السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في فيديو جديد أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها ستعمل بمختلف مكونتها على استثمار الأسابيع المقبلة للاستعداد الجيد لضمان الانطلاق الفعلي للدراسة في التاريخ المحدد له حيث سيتم اتخاذ عدة تدابير تربوية وتنظيمية وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذه التدابير ستتخذ على مستوى قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني إذن من بين تدابير الوضعات الوزارة التربية الوطنية في هذه الأيام أنه سيتم تنظيم مباريات الولوج عن بعد بالنسبة للمسالك الانتقائية وهنا من هنا قصد المسالك الانتقائية اللي يختارون فيها عدد طلبة ليدخلوا مثلا إجازة المهنية أو الماستر يعني مثلا إجازة مهنية بغاو 40 طالب فهومادي حاولوا يعني دوزوا لهم واحد مباريات عن بعد طبيعي الحال باش يختاروا لقربعين اللي يبغوا وأيضا ستتم عملية البت تلفزيوني لمحاضرات علمية تم إنتاجها من طرف الجامعات الوطنية حسب برمجة حسب برمجة سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة ووضع مضامين رقمية هنا إشارة الطلبة عبر مسلطحات الجامعات في إطار التكوين الذاتي إذن هنا بالنسبة للتعليم العالي هذه يكونوا بطبيعة الحال مباريات عن بعد بالنسبة لإجازة المهنية وأيضا الماستر بالإضافة إلى ذلك سيتم بت تلفزيوني بعض المحاضرات العلمية وهذا راجع لإستعدادات الموسم الدراسي المقبل لا بالنسبة للتعليم العالي وأيضا تكوين المهني وأيضا في قطاع التربية الوطنية التي يستعدوا التلاميذ للدراسة في 1 أكتوبر وذلك ببت مجموعة من الدروس ومراجعة على مستوى القنوات التلفزيونية المغربية إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته